موسيقى يعني في البداية خلينا أقول لك أستاذ محمد بأنه أسقطت الطائرة الأمريكية الحديثة كذلك بصاروخ إيراني حديث هذه معلومات كذلك حديثة جداً تم نشرها اليوم عن إسقاط الطائرة لكن دعني أقول لك مسألة مهمة بكل أسف الإدارة الأمريكية وأنا أتحدث عن إدارة الرئيس ترامب لم تعطي التمدد الإيراني في المنطقة الأهمية الكبيرة بمثل ما أعطي مثلاً الملف النووي الإيراني على خطورة الملف النووي الإيراني لكن وجود إيران الآن على أرض أربع دول عربية تمددت إيران ربطت الآن ما بين مضيقين ما بين مضيق خرمز وما بين مضيق باب المندب من خلال سيطرة الحوثيين على بعض أطراف اليمن أصبح هناك على الأقل الصواريخ الإيراني اللي هي بأيد الحوثيين تهدد التجارة في منطقة البحر الأحمر تهدد التجارة في منطقة الخليج العربي غير ذلك الآن إيران موجودة في سوريا محيطة بكل المنطقة قريبة من الأردن قريبة من هضبة الجولان قريبة من الجنوب السوري رغم أن إسرائيل قامت بالعديد من الضربات الجوية على بعض الأخداف العسكرية الإيرانية في سوريا ولاحظنا كان في عدم رد روسي إيراني بسبب قوة الموقف الروسي بسوريا لكن هذا لا يعني بأن المنطقة الآن لن تشهد تصعيد ستشهد تصعيد في سوريا ستشهد تصعيد في العراق ستشهد تصعيد في اليمن الآن الحديث عن هناك ضربة أمريكية على إيران أنا أعتقد لن يكون هناك ضربة قوية لن يكون هناك حرب لأن إيران ليست العراق وإيران لديها عمقها وقادرة على أن تدافع عن نفسها إنما ممكن يكون هناك أخطاء عسكرية في منطقة الخليج العربي قد تقود إلى بعض المعارك المحدودة وهذا ما تريد الوريات المتحدة وأنا بأكد على أن الانتخابات الأمريكية القادمة لن تمنح إدارة الرئيس ترامب وأنا بفرط الآن ما بين إدارة الرئيس ترامب وما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الأمريكية لأن كثير من المواقف والقرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي بكل أسف هي كانت تجد معارضة عسكرية وكانت تجد معارضة أمريكية أمنية وخذ على سبيل المثال ما حدث في سوريا الانسحابات كم مرة أعلن عن الانسحاب وتراجع الآن عم بيرفد المنطقة بجنود أكثر وأكد على حامية التنف حامية التنف الموجودة على المثلث الحدود الأردني السوري العراقي هذه الحامية كم مرة كان في حديث هناك عن سحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة إذن باعتقادي أنا بأن المنطقة مرشحة لتصعيد أكثر من إيران وأنا أخشى الآن أن يكون التصعيد كذلك على بعض الأراضي العربية هناك قواعد أمريكية موجودة على الأرض الأردنية على الأرض السورية على بعض الأرض الخليج العربي قد تكون هذه كذلك أهداف عسكرية إيرانية محتمرة في المستقبل